أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من حصة عين وحدث المعارضة ليس لها أي برنامج برنامجها هو كرسي الرئاسة فقط ونشاطها لا يتجاوز القاعات المكيفة هكذا وصف العمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني المعارضة في الجزائر قال أن التدخل العسكري في ليبيا يشكل حقيقة تحديدا حقيقيا على البلاد والعباد إضافة إلى المؤامرات التي تحيقها القوى الغربية المعادية للجزائر من أجل زعزعة استقرارها وإدخالها في دوامة من العنف على غرار كل الدول التي تعيش ربيعا عربيا كل هذه التحديات كل هذه المخاوف في ظل الهشاشة المالية التي تعرفها الجزائر تستدعي تجنيدا حقيقيا للمجتمع بكل أطيافه من نخبة من عامة من معارضة من مولاة كذلك ولكن بالرغم من كل هذه التحديات وهذه المخاطر التي قد تأتي على الأخضر واليابس في الجزائر لا قدر الله إلى أننا لم نسمع أي صوت للمعارضة في هذا المجال وكأن الأمر لا يعنيها بتاتا أين المعارضة من التجنيد والتحسيس بالمخاطر الأمنية المحدقة بالجزائر أليس تجنيد الشعب والنخبة والمجتمع المدني من مخاطر أو من المخاطر الأمنية المحدقة بالجزائر أولى من التجنيد لندوة مزافرون 2 ألا تظهر المعارضة في نظر المواطن في ظل انخلالها وفي ظل هذه التحديات أنها انتهازية تحاول استغلال الفرص للوصول إلى كرسي الرئاسة حتى ولو كان ذلك على حساب استقرار الجزائر والجزائريين أليس هذا الأمر مسيء للمعارضة ومسيء للعمل السياسي في الجزائر في نهاية الأمر أليس عمار سعداني على حق حينما يقول أن المعارضة برنامجها السياسي وكرسي الرئاسة فقط هذا ما سأناقشه اليوم مشاهدين الكرام مع ضيفايا في الأستوديو يحضر معي كالعادة سيد عزدين جرافة البرلماني السابق وناشط سياسي أستاذ عزدين مرحبا بك ألن وسألنا مرحبا شكرا ويحضر معي ناشط سياسي كذلك يحيى يسي المدني أستاذ يحيى مرحبا بك أهلا شكرا سيد رشيد شكرا أستاذ عزدين جرافة أبدأ بك النقاج حتى أعطيك المناحظة باختصار شديد لتعطيني تعليقك فيما يتعلق بالوصف الذي قدمه عمار سعداني بالنسبة للمعارضة والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة أن المعارضة لها برنامج سياسي واضح أعلنته في عديد من المرات ولا تزال تناضل من أجله وهو الانتقال إلى نظام حكم يتصف بالشرعية والمشروعية يكون ديمقراطيا تعدديا تحترم فيه الإرادة الشعبية بالكامل من البداية إلى النهاية يتم فيه التداول على السلطة إطار السلمي عبر انتخابات حرة نزيهة شفافة لماذا هذا؟ هذا في الإطار الكلي يعني التصور الكلي إطار العام لماذا لأننا نعتقد أننا في العصر الحالي في 2016 يعني لم تعود الزعامة تستطيع أن تفعل شيء أمام كثرة التحديات الوطنية الدولية الإقليمية والدولية لا يستطيعوا شخص مهما كان ولا حزب مهما كان وخاصة إذا كان مفصول عن الإرادة الشعبية فكيف يستطيعوا أن يجند النظام أن يجند الشعب إذا كان الشعب لا يثق فيه إذا كان الشعب لا يعتبره نابعا منه إذا كان الشعب لا يعتبره معبرا عن إرادته الحقيقية وعن تطلعاته وأماله هذا هو لب المشكل بيننا وبين السلطة وليس بيننا وبين أحزاب الموالد إذا كانت أحزاب السلطة لم تقدم شيء في هذا الاتجاه إذا كانت السلطة لم تقدم أي خطوة في هذا الاتجاه أحزاب الموالد لم تتطرق حتى إلى لب المشكل الجوهر الذي تعاني منه الجزائر فكيف يمكنها أن تجند الشعب وخاصة المعارضة؟ اليوم عندما نسمع كلام من أحزاب الموالد بهذا الشكل نعتبره أول خرق للدستور ذاته الدستور الجديد الذي يتحدث عن ضرورة إعطاء دور وهامش كبير للمعارضة باعتبارها جزءا من النظام الدستور يعطي حيزا كبيرا ومساحة أكبر وحرية أكبر للمعارضة الدستور الجديد ولكن عمار سعداني يقول بأن هذه المعارضة الموجودة في الميدان ليست معارضة بأتم معنى الكلمة لأنها خطابها واحد في تل لبيب أو في فرنسا أو في إفريقيا هذه المعارضة الموجودة هي معارضة جزء من الشعب الجزائري خلينا نعطيك نقطة سيد عزين جرافة ونكون موضوعيين ونكون صرحاء المعارضة منذ ندوة مزافران إلى اليوم مزافران واحد إلى اليوم تقريبا سنتين لم تغير من خطابها بالرغم من المخاطر بالرغم من المحطات الهامة لعرفة الجزائر في بعض الأحيان إلى أنها تبقى يعني كلام واحد وهو أن الانتخابات غير شرعية ونذهب إلى انتقال ديمقراطي وما إلى ذلك بالرغم من التحديات في بعض الأحيان وبغض المخاطر لتعرفة الجزائر لأن هذا هو لب المشكل بالنسبة للمعارضة هذا هو لب المشكل ومن الخيانة للشعب والتاريخ والجزائر أن ننسى المشكلة الحقيقة إنه هو ثم نذهب إلى التفاصيل لكن مع هذا أقول أن المعارضة من الكاذب على المعارضة من الافتراء على المعارضة أو من الادعاء على المعارضة أن تتهم بأنها لا تتحرك إلى في الصالونات في المعارضة تتحرك مع الشعب وتتحرك مع النخب الفكرية والسياسية ولها اتصال مباشر يومي اليوم نستطيع أن نقول ونتحدى الموالات أن إطارات المعارضة في مختلف المؤسسات هي أكثر بكثير من إطارات السلطة وأحزاب الموالات نعم إطارات المعارضة في المؤسسات أكثر من إطارات الموالات والسلطة وأحزابها سيد يحيي يسين مدني دائما في إطار التصريحات عمار سعداني فيما يتعلق بالمخاطر التي تعرفها الجزائر المخاطر الأمنية على الحدود القضية الليبية أو الأزمة الليبية قد تفجر المنطقة بأكملها الجزائر تعرف حقيقة مخاطر حقيقية ولكن وكأن المعارضة لا تنمشي في هذا الإطار لا يوجد تحسيس أو توعية بمخاطر هذه الأزمة اليوم في ظل هذه المخاطر وفي ظل هذه التغييرات الجديدة في المشهد الليبي وعلى المنطقة المعارضة تحضر لعقد ندوة موزا فرانتنين كان من الأولى لها أن تحضر على الأقل ندوة للتحسيس بهذه المخاطر اللي هي أولى من ندوة موزا فرانتنين ما ليش أخي راشيد؟ يعني أنا ما نشاطرش الأستاذ لما يقول المعارضة عندها اقتراح المعارضة من اللي نشفى المعارضة في الجزائر عندها ينكسات وكل يوم تبدل في هذه الفورميل وعندها واحد طريقة كيف تجدلها الماكياج وهو البرنامج تحل واحد هي الرئاسية لا يقدروش يخرجوا 30% الشعب هو فهم باللي المعارضة هدي ما عندها اقتراح حتى الشعب الشعب على بلوكه يقولوا بني ما كانش ديمقاراطية أنا نفتح الجرائد نفتح الجرائد اسمح لي أستاذ نفتح الجرائد نسمع بمظافران 1 مظافران 2 هذا ما يعني يعني بني كانت ديمقاراطية عندهم الحق الحوار الشعب ما يتبعهمش يزمي فهموا بلي الشعب ما يتبعهمش وعندهم ما تبعهم لا أدري لماذا يزمي ولي الشعب ويقول لي هدي دار هدي دار وحده هل الشعب اليوم يتبع حزاب الموالات هل الشعب اليوم يلتف حول خطاب حزاب الموالات هل الشعب اليوم يلتف حول خطاب السلطة لنقول سين عزيزي جرافي أنه لا يلتف مع حزاب الموالات الشعب اليوم لا يتقل في السلطة ولا في المعارضة ولا في المعارضة ولا في المعارضة ولا في المعارضة يجب أن نقولها أنا عندي شجاعة نقول ولا في المعارضة ون في المعارضة، ما نتكرش، بلين نقولوا بلي احنا عنا الحق، والسلطة ما عنداش الحق، والأعلى عشان ما كتكلمت هذاك رأيك، هذاك رأيك حتى المعارضة ما عليك حتى المعارضة ما عنداش تنزاقية أنا عندي شجاعة نقول أنه حتى المعارضة ما تكترح ولا شيء ما تكترح سيد سيد عزيزي رفع هذه حقيقة يعني هناك تحدي السلطة متابعة صم بكم عمي لا تسمع ولا ترى ولا تقبل أي اقتراح، أي عمل، أي مشروع إلا إذا كان في خدمة أجدتها الخاصة هذا هو الإشكال الجوهري ولكن المعارضة حابتنا تكلم أنها لم تغير من خطارها يعني مذافران كنين وهي قادة تحضر إلى مذافران اليوم سيد يقول أنه لماذا لا تخرج إلى الشعب اليوم السلطة ذاتها التي تدعو عبر وكلائها اللي هم أحزاب الموالاة وتقول أنه ما عندهاش تأثير في الشعب حتى داخليا لقاءات داخلية اليوم تنظيم لقاء أحزاب معتمدة شرعا وقانونا وممتلة في البرلمان تريد أن تعقد مؤتمر داخليا في قاعة مغلقة إلا أن السلطة أدارس ظهرها لهذا النشاط رغم أنه دستوري وقانوني وشرعي وبهذه المناسبة أنا أو طالب رئيس الجمهورية اليوم إذا كان يسمعني أن يفك هذا اللغز وأن يعطي أوامر للإدارة أن تتصرف في إطال قانون والدستور وليس كما تريد إذن هناك خوف هناك خوف من المعارضة لأن المعارضة اليوم أعطينا فرصة اليوم الشعب الجزائري كله أصبح معارض جميلا كله أصبح معارض وإذا كانت المعارضة الشعب غير معارض نعم نعم عليش عليش نتكلمه عليش لا تفضل الأستاذ تفضل الأستاذ ولكن أستاذ عزين جرافة لا يطول الحديث لا لا يطول الحديث الشعب كله معارض ولدينا أرقام ولدينا إحسائيات عبد آلاف الأستاذ الجميعيين بإمكان المعارضة أن توقف الجامعة عبد آلاف الإطارات في مختلف دوائر الدولة بإمكانها أن توقف ولكن المعارضة المعارضة يراد جرها إلى مستنقع آخر لهو الفوضى الشعبية المعارضة تريد تغييرا سياسيا سلميا ولكن ليس بهذه الطريقة سيد عزين جرافة بهذه الطريقة لا نستطيع أن نغير شيء لا لا فيه تغيير فيه تغيير فيه تغيير وستترون بعد 19 ستتحول حزم موالات إلى حزم معارضة سيد عزين جرافة وسترون إذا سمح سيد عزين جرافة منذ مذافر سيد عزين جرافة سيد عزين جرافة سيد عزين جرافة نحن المطالب بيدزيم عليش معلش إذا سمحت سأطرح سؤال فقط نطرح طرح آخر فضل لأنه لو نعطي كلمة سيد عزين جرافة نشوف الشعوب نشوف الشعوب المجتمعات الأجنبية علينا نعم مثال بسيط فرنسا تعرضت إلى تهديد إرهابي جميل تعرضت إلى تهديد إرهابي وننشوفه وننشوفه معارضة معارضة ونشوفه الحزب الحاكم يمشوا في سكة وحدة هادي نشوفها عند شؤون عند الناس عند اقتراحات لا لا هذا صحيح الحزب اليمين المتطرف الحزب اليمين المتطرف في فرنسا لا 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 من المسؤول عن فتح الحوار مع المعارضة من هو المسؤول السلطة هي مسؤولة رب البيت لا أصبح لي سي مدني فكرة واحدة فكرة واحدة من المسؤول رب البيت رب البيت عندما تتفرق الأولاد والعائلة تتفرق من المسؤول عن جمع البيت من المسؤول عن الجبهة الداخلية من المسؤول عن الحوار الداخلي أحزاب يمين يسار يمين يسار نعم ما شنفاهمك باللي احنا المعارضة نتعنا كيكون خطر مهدق كيكون خطر مهدق سيد عزين جرافة يعني كيف يمكن يكون خطر مهدق عمرها ما تمشي مع السلطة وكي نقول السلطة السلطة بمعنى الأحزاب الموالات وبرنامج رئيس الجمهورية خطر للأحزاب هذه ما رايش تعلموا لا رايش أحزاب طاحت نسمة رايش أحزاب رايش تطبق في البرنامج تعالى إيس سيد عزين جرافة خطر خطر ولا بد معاذة تمشي معنا أعطيني فرصة لأطرح سؤال سيد عزين جرافة سيد عزين جرافة يعني الرأي العام يعتقد بأن المعاذة لما تبقى في هذا الإطار أعطونا قاعة لعقد الجلسات أعطونا عقاعة لعقد المؤتمرات أين هو مدر؟ هذا اختزال لبرنامج المعارضة ولعمل المعارضة لا 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 الحقيقة ليست ثانية الحقيقة ليست ثانية والشعب يعلم نشاط المعارضة منذ مظفران واحد هو إلى اليوم سنتين تقريبا من مظفران اثنين وبعدين تحضير للمظفران اثنين يعني ما فيش الشغل رأيس نعم يعني ما فيش كان فيه أزمة مالية ما سمعناش إخراط للمعارضة فيهم انخراطات في اتصال بالشعب في اتصال بالنخبط اليوم سيد عزين جرافة سيد عزين جرافة سيد عزين جرافة في عمل ميداني سيد عزين جرافة اليوم مثلا فيه أختار على ليبيا لماذا لا توقفون نمو زفران تنين ينس كلموا على الأزمة الليجية بعد نجة نمو زفران خرشين مقبلة تبريك قال كلمة قال لك دمين قزنات وكشوفوا التغيير ما حضروا ما بعله دمين ديسات كانت شرعيات دمين ديسات هنا على المباشرة شفنا بلد كلام ما تحبوه رئاسيات أو قال هادر دمين ديسات نشوفوا ما هادرش على تشريعيات ما هادرتوش على تشريعيات هادر على تشريعيات نعم نهدر أنا جاي هادر عليهم أنا هادر على رئاسيات سألتني سألتني خلي نجاول أنا مش تسمع المباشرة نحن أمام المشاهدين رجعوا الحكم للشعب الشعب هو صاحب السيادة خرجهم خرجهم من هالفوت نعم تقدير تخرجهم لأن السلطة الشعب لا يدلكوا في هذه السلطة لو أندري يخرجوا شعب تلكم هدفو تخرجت عندما نتحدث عن الدول المفروض أن نطبق النظام السياسي الموجود في الدول وهي الديمقراطية التعددية الحرية المعارضة في جميع المجالات هذا هو الأصل إما أن نضرب مثال بدول أخرى ثم نزور ثم لن نلتفت إلى الشعب ثم نحسكر الشعب نعم نعم سيد عزين جرافة نكسرنا كل يوم سيد عزين جرافة معارضة وكأنها مبرمجة على ما قبل الرئاسية هذا الذي تقوله أحزاب الموالات لماذا لا نتكلم بأمر الواقع رئيس الجمهورية وأحزاب الموالات لم تقدم خطوة تجاه المعارضة في الجبهة الداخلية في ترميم الجبهة الداخلية وفي الاتفاق على مواجهة تحديات نحن على استعداد لمواجهة تحديات الخالجية نحن مواطنون صادقون ولي الصادقون منذ الربيع منذ الربيع منذ الربيع والكارثة العربية منذ الربيع 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 العربية معارضة دكية، معارضة سلمية، معارضة تفقى ماذا تريد، وإذا تحقق ما تريد، نتاك ونتحدى الموالات، نذهب إلى الشعب لماذا تخافونا من الرجوع للشعب؟ لماذا تخافونا من هيئة مستقلة للانتخابات على غرار الدول العالم كامل؟ ولكن هذه سابقة لأوانها هيئة مستقلة للانتخابات العرافة، نحن لسنا على مقربة من انتخابات الرئاسية تقول عن الحكم، ترك تسير في دولة، ماذا عاملت في تحسيس الشعبي؟ أعطي ماذا خامت بحزاب الموالات في تحسيس الشعبي؟ أنا نعطيك اللقاءات التي درناها وحضرناها مع الشعب في مسألة التحديات الدولية، تكلمنا عن تحديات الأمنية، وفلي بلاتو تكلمناها بشكل واضح وصريح وكان رأينا هو الرأي الذي تم استقباله بارتياح كبير حتى من طرف المسؤولين في الدولة إذن المسألة ماذا قدمت حزاب الموالات قبل أن نقول ماذا قدمت السلطة؟ ماذا قدمت السلطة؟ كيف تجب هذه الداخلية اليوم؟ كيف تستطيع أن تواجه تحديات؟ كيف تستطيع أن تواجه تحديات تعليبية؟ وانت تتهم في المعارضة، وسمعنا أصوات تخوين المعارضة، هناك اتهام وتخوين للمعارضة بأنها تستدعي تدخلات أجنبية، هذا كلام خطير، إذا كان هذا صحيح فليكذبون للأدلة لنرفض هؤلاء، وإذا كان هذا صحيح فنطلب اليوم من هذا البلاطو من أجهزة الأمن إسمع لكم، إسمع لكم، إسمع لكم، وقمنا، إسمع لكم، هل أحد تحيوه؟ معني شنا نتفهمك أخي راشيد الجزائر مرت على واحد الفترة اللي يسميها العشرية السوداء هل تفعل العشرية السوداء وش دارد ربيع العربي ناصل لها في الدول العربية ولكن هنا في الجزائر نقدر نقول لك بالشعب الجزائري يلي تهمينيزي في لصاني كاتر فنديس إذن الشعب الجزائري خليني نهضر الشعب الجزائري يلي تهمينيزي مش المعارضة مش المعارضة مش المعارضة مش المعارضة لك كانت عندها الحكمة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي وأجهزة أمن حكمتها والسلطة كيف كانت حكمة في الجهز الأمن مكنت الجزائر من حمايتها من هذا المشاكل ولكن نرجع سؤال هذا سيد عزين سيدي حيامسين مدني قلنا تكلمنا على أن المعارضة ما جندتش المواطن وما جندتش المجتمع المدني فيما تعلق بمخاطر محدقة ولكن حتى الموالات يعني ما جندتش المواطن يعني حتى الموالات ولا يوم تكلمنا السعيدين يتكلمنا على الأمر والألندي والأتياج والأحزاب الأحزاب اللي تمشي ببرنامج رئيس جمهورية هذه الموالات نعم كنشوفوا الدولة وشيتسخر مواطن خليبي نظر هذه الدولة هذه دولة دولة جزائية نعم هذه دولة لكن هذه دولة هذه دولة شخصنا héjie دولة مؤسسة العسكرية لا تهدرست عليها ذلك كامل المؤسسة العسكرية فيها معارضة ربما وفيها اطالة من المعارضة نعم شخصنا hiya هي الدولة فيها أبناء من أبناء المعارضة ربما ربما فيها الولاد فيه في الدسور. المؤسسة دوشيا في هذه المجال الانتخابية. في الموالات غدوة تتحول إلى معارضة. سيد عزيجرافة نعم نعطي سيد عزيجرافة كلمة أخيرة فيما يتعلق بالتجنيد وهذا القلق الذي يعيشه اليوم فيما يتعلق بالأزمة الليبية. التجنيد المسؤول الأول والأخير عليه الأساسي هي السلطة ورأس السلطة. وليس المعارضة المعارضة يدخل لها هذا الأمر. المعارضة عندها أبلغرام جمع يقاسة الجمهورية شكرا جزيلا لك سيد عزيجرافة وصل الفكرات. شكرا موصول لك سيد حياسي المدني النشط السياسي. أتمنى أن يعود المشهد السياسي لتجنيد لتحسيس المواطن بالمخاطر المحدقة بالبلاد سواء داخليا أو خارجيا. ليس بهذه المعارضة وليس بهذه أحزاب الولاد. متابعة طيبة عن برامجي قلات النهار. ألخاكم غدا إن شاء الله. سلام عليكم.